بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بك في لقاء جديد ومع موضوع مهم للغاية الذي محواره هو التساؤل التالي هل ووركر اف جتي منصوخ أو بعبارة أخرى هل ووركر اف جتي مسروق يعني هل هو برنامج مسروق من برنامج أجنابي يعني هل قام صاحب ووركر اف جتي بصارقة مجهود شخص آخر ونسبه إلى نفسه سأنطلق معكم بالطريقة التي تسمونها أنتم ولست أنا من سماها الشرح الممتع سأنطلق معكم بهذه الطريقة لكي نكتشف ونبحث في هذه المسألة فكل احتمالات واردة قد يكون البرنامج مصروق فصاحب البرنامج ليس بملك وليس بنبي مرسل يعني كل يعني كل احتمالات واردة هذا ما يقوله العقل والمنطق بالنسبة لي وأظن أيضا بالنسبة لكم أنتم أيضا فإن شاء الله ننطلق ونبحث في هذا المبحث متسلحين بالمنطق والعقل فأبدأ أول شيء يعني أترك في ذهنك هذه المعلومة أول شيء أفتحه لك هو مدونتي وأقول لك يعني مدونة بن محمدي هي مدونة مصروق هل فعلا مدونة بن محمدي مدونة مصروق ضع هذا السؤال جانبا في ورقة وتركه إلى آخر هذا الفيديو أول شيء نأتي لنبدأ بحتنا فنأتي إلى برنامج Worker FGT يعني البرنامج الأول من الحزمة لأن الحزمة فيها ثلاث برامج فالبرنامج الأول هو Groups Joiner فلاحظ معي نقوم بتكبير Groups Joiner نلاحظ شكل البرنامج ونبدأ بالملاحظة أولا دائما في منهج البحث الملاحظة ثم بعد ذلك الاستنتاج فنلاحظ ونأخذ المعطيات نلاحظ الواجهة نلاحظ Tools نضغط نلاحظ منطقة إدخال المعلومات جيد نعم بعد ذلك ننزل البرنامج أو نقفله ثم نذهب لأول مصدر نفتح المتصفح ثم نأتي إلى برنامج Auto Facebook Marketer هذا البرنامج فهذا البرنامج يعني أول الفرضية التي قد نطرحها أن صاحب Worker FJT قام بسارقة برنامج Auto Facebook Marketer و وضع عليه بعض التأديلات البسيطة جدا وهو يعمل الآن على إعادة بيعه وما إلى ذلك فكل هذه الاحتمالات قد تكون صحيحة وواردة فكما تلاحظ معي هذا الفيديو نأتي ونفتح هذا الفيديو في نافذة أخرى وننظر نقوم بتكبير الصورة نلاحظ واجهة Auto Facebook Marketer سبحان الله واجهة تشبه يعني تشبه إلى حد كبير واجهة الوركر FJT فما يتبادر إلى ذهني الآن يعني أنا أتكلم الآن كأنني شخص يعني لأول مرة يرى هذه الأمور ما يتبادر إلى ذهني أن البرنامج مسروق البرنامج هو هو نفسه الله أعلم قد يكون هذا صحيح فكما قلت صاحب البرنامج يعني ليس بمالك أو نبي مرسل يعني معصوم من الخطأ فقد يعني فقد يقع في مثل هذا الأمر جيد لكن لنواصل البحث لنتوصل إلى الحقيقة ف هنا أنظر ما يظهر للمبتدئ أن الواجهتين بينهما يعني تشابه كبير أنا لا أقول تشابه تم ولكن أقول تشابه كبير نسبة كبيرة من التشابه جيد هذا الفيديو الذي نراه الآن سأحاول أن أنظر إلى التاريخ وضعه 3 ديسمبر 2013 إذن بما أن بن محمد قام بوضع برنامجه في 2014 فأرجح أنا شخصيا أرجح أنه قام ب سارقة مشروع هذا البرنامج وعدل عليه بعض تعديلات البرمجية البسيطة ونسبه إلى نفسه يعني هذا ما يتضح لي الآن من النظرة الأولى جيد الآن أذهب إلى هنا أفتح نفيدة جديدة هناك برنامج آخر خاص بالتسويق على الفيسبوك لمبرمج محترف وهذا البرنامج في 19 ديسمبر 2011 ولاحظ الواجهة أيضا نقوم بتكبيرها وملاحظتها سبحان الله الواجهة بسارقة مشروع برنامج مشروع برنامج فيسبوك فان بيج كرياتور هذا أمر غريب ينذهب لي نرى برنامج آخر من صناعة يعني شخص آخر هذا البرنامج هو أقوم بتكبير الصورة نعم هذا البرنامج فيسبوك أوتو لايك فهل هذا البرنامج نعم يشبه كثيرا البرامج السابقة في الواجهة وتاريخ الإصدار نعم نوفمبر 2013 إذن صاحب هذا البرنامج وصاحب هذا البرنامج الذي نره الآن أمامنا سبتمبر 2013 قاموا بسرقة برامجهم من البوت جورو سبحان الله هل كل هؤلاء الناس يسرقون من بعضهم البعض يعني هل صارت يعني صار مجال البرمجة مجال للسلب والنهب وقطع الطرق يعني هذا أمر غريب لكن دعنا نرى بعض البرامج الأخرى نعم هذا برنامج يعني الآن رأينا برامج للفيسبوك دعنا نرى برنامج آخر لفيروس سبحان الله أمر مدهش نفس الواجهة ما هذا ما هذا الأمر نفس الواجهة أيضا ما هذا شيء يعني يتير الاستغراب كذلك برنامج للتامبل نفس الواجهة برنامج لتسويق على الكيك نفس الواجهة برنامج من برامج تسويق الأوتوماتيكة على الفيسبوك نفس الواجهة كل هذه البرامج يعني لها نفس الواجهة ما هذا سبحان الله كل هذه البرامج نجد أن لها نفس الواجهة إذن أظن أن كل هؤلاء الناس قاموا بصارقة برنامج البوت جورو ف يعني هذا الأمر ألا يوحي لك بشيء معين لنلقي نظرة أخرى يعني أنا أريد أن أشبعك معلومات قبل قبل أن نحكم على أي شيء دعنا نرى سبحان الله برنامج آخر نعم بوت آخر نفس الواجهة أيضا بوت آخر ما هذه البرامج المختلفة لكنها تحمل نفس الواجهة لاحظ معي نفس الواجهة لاحظ الأزرار البانر كل شيء لاحظ معي برنامج خاص لتسويق على تامبلر بوت خاص بالتامبلر نفس الواجهة ما هذا هل كل هؤلاء الناس يسرقون يعني صراحة أمر غريب للغاية أن نرى أن كل هؤلاء الناس هم قطع طرق من الطراز الرفيع لاحظ أيضا نفس الواجهة لاحظ وإذا استمرنا فلن ننتهي من عرض البرامج التي تحمل هذه الواجهة التي تراها الآن الآن إليك المفاجأة والصدمة هاته الواجهة التي تراها الآن هي واجهة خاصة بعمل البوتات حالياً حالياً هي الواجهة الواجهة الأسهل في الاستعمال والأكتر يعني والأكتر شعبية يعني لماذا يقوم من يصنع برنامج يعني السبب أولاً في تشابه واجهة البرامج يعني التمبلات الشكل الخارجي للبرنامج يعني رغم أنه ليس تشابه فكل شخص يقوم بعمل ديزاين HTML خاص به للبرنامج هنا وقد يضعوه يعني في التولز ولا يضعوه هنا في هذا المكان يعني ظاهر فالسبب هو أن الأشخاص يشغلون أولاً بنفس واجهة البرمجة يعني مثلاً نجد مجموعة من الأشخاص يشغلون في مجال ديزاين كله بالفوتوشوب ونجد مجموعة من الأشخاص آخرين يشغلون مثلاً كلهم في التدوين بمجلة الورد بريس فهذا قد يعطي في مجموعة من المشاريع واجهات متشابهة مثلاً إذا كنت أنا وأنت نستخدم وورد بريس وفي نفس الوقت سنستخدم نفس تمبلت أو نفس القالب يعني كما تلاحظ معي الآن سنستخدم نفس القالب فستجد أن مدونتي ومدونتك متشابهتين من ناحية ترتيب المقالات والويدجات على الجانب ومجموعة من العناصر لكن اللوغو الخاص بي يختلف عن اللوغو الخاص بك لكن السؤال الفلسفي المطروح هل ما أقدمه من محتوى وفائدة يشبه ما تقدمه من محتوى وفائدة؟ رغم أن هناك بيننا تشابه شكلي؟ ستقول لي بطبيعة الحال قطعاً لا لا يوجد تشابه فيما نقدمه من محتوى إذن أقول لك فالسبب في تشابه الوركر افجدت في الشكل في الشكل يعني في الشكل وليس في المضمون رغم أنه هو وليس فقط الأوتو فيسبوك ماركتر بل مجموعة لا حصر عليها من البرامج الخاصة بالأوتو الطايلوت تعمل بنفس الواجهة ولها نفس الهدف الذي هو التصويق على الفيسبوك لكن البرامج تختلف من ناحية المحتوى من ناحية الفلو يعني من ناحية التسلث الأوامر تختلف من ناحية الفائدة التي تقدمها تختلف من ناحية سرعة الآداء تختلف من ناحية توازي العمليات أو تتاليها وكل هذا بطبيعة الحال ينعكس في النهاية على وطيرة إنتاجية البرنامج فقد نتشابه في الواجهات يعني وهذا أمر طبيعي وجاربي العامل لعل استعرض عليك الآن موسوعة من البرامج وإذا بحثت في جوجل ستجد الكثير والكثير من البرامج تستخدم نفس واجهات البوت التي تراها الآن في برنامجي وفي أوتوفيسبوك ماركتر وفي مجموعة من البرامج التي قد تجدها متخصصة في التسويق على الفيسبوك وقد تجد نفس الواجهة في برامج لا علاقة لها بتسويق على فيسبوك برامج للتسويق على تامبلر برامج خاصة بالكيك برامج خاصة بالأوتو بايلوت الخاص بتويتر كلها تجدها برامج خاصة بالأوتو سيو تمتلك هذه الواجهة وصراحة ما يعجبني الفلسفة التي تجعلني مفتونا بهذه الواجهة وتعجبني للغاية وأستخدمها وسأستخدمها في برامج كثيرة مستقبلا إن شاء الله أنها تسهل العمل عليك وعلى أي مستخدم إلى أقصى حد ممكن بحيث أنك بضغطة زر يبدأ العمل ثم تخرج للنزهة تذهب للنوم تقوم بعمل آخر على جهازك في نفس الوقت يعني تنزل النافذة وتقوم بعمل آخر على جهازك فهذا يعني ما يجعلني مغرم بهذه الواجهة عفواً أقوم بإنزال فهذه الواجهة التي تراها الآن يعني بالإمكان أن نغير عليها ونعدل عليها ونضع أزرار أخرى هنا يعني أزرار بشكل آخر نضع مكونات HTML هنا وضع الأضعاف التولز وأضع واجهة مختلفة لكن هنا افهم معي هذه الفكرة إذا كان مثلاً آيباد بشكله وبطريقة استعماله وبسلاسته وبجماليته وببساطته يتيح للمستخدم أقوى درجة من الارتياح والبساطة ويخول له أعلى درجة من الإنتاجية فلماذا نذهب ونقوم بتصميم واجهة جديدة قد تأخذ منا وقت وقد لا تصل إلى بساطة وجمالية وسلاسة تعامل مع هذه الواجهة فالأحراب أن أركز في العمل على برمجة خدمات البرنامج لأن خدمات البرنامج هي ما سيتيح لمنافسة الأوتو فيسبوك منافسة البوتجورو منافسة هذا البرنامج وهذا البرنامج وأيضاً منافسة الأوتو فيسبوك ماركتر أو أي برنامج على شكلته فلذلك يعني ما أود أن أنبع كله أنني حينما أقوم بعمل برنامج فلا أقوم بعمله لتقليد أي برنامج آخر هاته بالدرجة الأولى قد أعمل أنا وذلك البرنامج في نفس المجال في فيسبوك وقد نعمل بنفس الواجهة لكن الآداء الذي أقدمه والخدمات التي أقدمها والتركيز يعني التركيز في في آداء وضقة البرنامج مثلاً تجد برنامج يعني قد تجد الأوتو فيسبوك ماركتر يركز على إضافة الأصدقاء إرسال الدعوات وما إلى ذلك والكثير من الوظائف التي قد تنتهي بك إلى إقفال حسابك في فيسبوك بينما إذا جئنا لاستخدام الوركر اف جتي فسنجد أنه يركز لأنه تذكر معي الفلسفة التي أعتمد عليها دائماً تركيز أكثر عائدات أكبر وانتهى الأمر نجد الفيسبوك ووركر لماذا سميته اف جتي أي أنه متخصص ليس في التصويق على فيسبوك بل في التصويق على مجموعات الفيسبوك فقط ووركر اف جتي يعني ووركر فيسبوك جروب ترافيك فهذا يعني هنا ذهبت إلى بعد آخر أنني وضعت برنامج أشد تركيز من البرامج المتواجدة حالياً في السوق وبطبيعة الحال حينما ستتعامل معه ستدرك خصائصه التي تميزه عن كل ما ستراه في السوق البرامجيات في جزئية التصويق على الفيسبوك بحيث أنه سترى له تميزاً شديداً وتركيزاً عالياً في نمط عمله أي أن الهدف منه هو الحصول على أقوى مردودية ممكنة نعود إلى سؤالنا الأول الذي سألنا هل مدونة بن محمد مصروقة؟ فلا يكفي فقط لأنها لديها هذه الواجهة التمبلت التي قد نجدها في مدوانات أخرى وهذا الشكل وهذه الواجهة التي توجد هنا التي قد نجدها في مدوانات أخرى فلنجد تطابق في الشكل أنها مصروقة لماذا؟ لأن المحتوى الذي بها لن تجده في أي مدوانات أخرى لأنه صراحةً لكي أختم لك الأمر أي مشروع أقوم به فأقوم به لهدف أن أضع بصمة وليس لهدف أن أخذ شيء موجود وأقوم بتكريره أو إعادة تصنيعه فصراحةً أعتبر إعادة تصنيع أو تكرير مسألة لا تستحق العمل يعني ولن تضيف لي أي شيء أما أن أضع شيء متميز كما عودتكم في الدروس السابقة وكما سترون الآن في البرمجيات وفي كل هذه الأمور أن أضع شيء متميز وبصمة جديدة في هذا العالم هذا ما أسعى إليه بالدرجة الأولى فأتمنى إن شاء الله أن تكون الأمور واضحة فيما يخص الوركر فجتي وإن شاء الله أنا الآن أقوم بالعمل على البرنامج الثاني من حزمة البرمجيات الدكية هناك الـ Groups Joiner الذي ترونه الآن والذي يليه هو الـ Groups Poster وإن شاء الله هو أيضا سترون فيه تميز عالي لأنه ما أنصحك به هو أن تفتح مثلا الـ Groups Joiner وتفتح برنامج آخر إما يقاربه أو في نفس الجزئية وتلاحظ المميزات ماذا يعطيك الـ Groups Joiner من مميزات وما يعطيك البرنامج الآخر فأنا ذاك ستدرك الاختلاف الذي أتكلم عنه وستلمس تلك البصمة بوضوح من خلال ما أقدمه لك ليس في كل برنامج بل في كل بوريمج أصنعه حيث أنك ستجده إن شاء الله وبإذن الله فريدا في نوعه ومتميزا في خدماته عن أي برنامج آخر موجود في السوق أشكركم على حسن متابعتكم أراكم إن شاء الله في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر